حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفة عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفة يحدث عن أبي بن مالك عن النبي قال وحدثني بهز قال ثم شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفة عن رجل من قومه يقال له أبي بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله ترجمة نانسي قنقر